الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله ما حنطول على الناس في الكلام وإنما هي أمور معينة حنذكرها عنوان هذه أو هذه المحاضرة والمنتدى أو المنبر الإلحاد وخطر على الشباب وكل التنظيمات في الجامعة دي مما سمعت أن أخواننا دي الجائين بيقوا يفرنبوا يكوركو ما دارين الناس يسمعوا الحق وبيجاي أسجابها الدموقراطية جاين بيجاي يكوركو سيرا ما شين وبغادي اتحاديين وغيره ونحن من هذه اللحظة وما بعدها من اللحظات بنقول لكل التنظيمات السياسية أو غير السياسية إنه تعالوا المنبر نقشونا في منهجكم الباطل أي تنظيم بفضل الله سبحانه وتعالى سواء كانوا شيوعين أو مستقلين الناس المعلقين ملخبطين الحيط كله يقول ليه قل ما تشاء كن ما تقول إن تقولها تمت وإن لم تقولها تمت إذن قلها ومت أنت قلتها ومتت ولا قاعدين لو قاعدين نحن حنفتح لكم فرصة اليو بيف برضو قاعدين علمانين فرصة بعدين مفتوح لكم الجمهورين برضو مفتوح لكم الفرصة أنصار الصنة برضو الفرصة مفتوح لكم الجبهجية شعبي ووطني برضو الفرصة مفتوح لكم تجو تناقشوا ونناقشكم في أفكاركم ومنهجكم المسألة الأولى يا أخواننا براه الإلحاد هو الميل ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أن يميلون عنها بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى وعن الأمر الذي أمر الله عز وجل به لأن الإلحاد هو شنو؟ هو الميل في اللغة فالزول المائل عن الصراط المستقيم دا الملحد وبذلك يدخل كل إنسان محارب للدين وأي تنظيم محارب للدين العلماني أخواننا لما جات في العالم قالوا عند أسباب إن الكنيسة طغط وإن البابوات أحددوا لي كلام تاريخي طويل حددوا لي القيام يوم وكتلوا العلماء إلى آخر طيب سؤال مجمل كده حاجة سريعة قبل ما نجف مع التفاصيل هل الإسلام حارب العلم؟ هل الإسلام دعي إلى ظلم الناس؟ هل الإسلام قال إن نزول الدين له أن يمشي على رقاب الناس؟ عشان أنت تقول العلمانية عندها مبرر تقوم عندنا هنا كمسلمين؟ وأنا الكلام دا داير أقوله للطلبة لأنه نحن من بدر بنجي الجامعة دي عشان نشتغل الناس تد بتشتغل من الشيوعين للكيزان كلهم بيشتغلوا نحن لما نجي ما بخلونا نشتغل لأنه بنكشف حاله وفي ناس كتار مستحضرين من دعوتنا دي ما تستحضر الموضوع دا موضوع بتاع إليه تعال خش هنا وناقش وبين للناس إنك على حد عشان الناس تتبعا لكن كلها تنظيمات باطلة وفاشلة عرفتها؟ يعني باطلة في منهجة طيب دي مسألة المسألة الثانية أخواننا الشيوعين والجماعة دي والعلمانين دي المناهجهم كفرية وبعاد الدين كل العلمانين لأن العلمانية السكيولر كلمة علمانية يعني سكيولر قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط يعني العلماني بيقول لك أنا ما عندي لك حاجة في الآخرة أنا موضوعي معاك في الدنيا وهم بذلك يحاربون جميع الأديان أما الشيوعين قالوا نحن جينا ضد الدين عديل في كتاب البيانة الشيوعية وهذا ليقاعد الكتاب قالوا فالشيوعية ذكار الماركس وفريدريك إنجلس قالوا فالحال أن الشيوعية تلغي الأخلاق الأبدية تلقي الحقائق الأبدية تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما دي الشيوعية فهم الناس الذين ضد الدين وناس جوا يحاربوا الدين العلمانيين في السودان الشماعة حقتهم اللي بتعلقوا بيها لما يجي يطعنوا في الدين يقول لك الكيزان فعل والكيزان يا أخواننا هم في منهجهم أصلا ذاتوا منهج علماني الكيزان الجبهجية والكتب حقتهم قاعدة لكن ما دارين نطول على الناس أنا بس دار ألخص الكلام شان بعدين نفتح فرصة ناس يجي داخل ويناخشوا في الكلام ذا ونتحدى أي علماني نتحدىك ونديك المكرافون تناقش بالحج والعلم في امت الحاصل فنحن بنقول يا أخواننا إن الكيزان ذاتوا من ناس علمانين لأنه سيد قطب بيؤمن بالاشتراكية وآخر دستور في السودان ختاوى الترابي يزعم أنه دستور إسلامي سنة 98 في والمادة أربعة من الدستور أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات يعني ما مرقوا من العلمانية أبدا ونحن عندنا في الإسلام إن الحقوق والواجبات تبنى على أساس الإسلام وعلى أساس الدين دي مسألة بعد ما الكيزان فاتوا العلمانين قاموا فتشوا يمين وشمال قال أخواننا هاسي السلفين دل نحاربهم كيف ما هبقنا نقدر نحاربهم قالوا أيواء نقوم نجيب الحزب بتاع محمود محمد طه الجمهورين نجيبهم هنا شأن حاربهم السلفين قالوا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وإن شاء الله حيجي هنا ويوجغن بإذن الله في إمتى الحاصل؟ فإن تجهز روحك يا محمود محمد طه ودائما العلمانين منابرنا دي مبجوها أنه منابر مسخنة بالحجة والدليل العلماني تلقوا اتحادي نحن جينا بشورة هرنة ولما حكمنا الناس راضين وما عنده ولا كتاب لا الضارين ولا دبابة ولا تاجرنا باسم الدين وهكبر زول تاجر باسم الدين صح والله ما صح؟ العلمانين والختمية اللي بتدعم محمد عثمان المرغني ما تاجروا بالدين جو خاشين على المرغني خشى مع الإنجليز وقال الإنجليز لما قالوا دارينا السكة حديد على المرغني قال لهم بجيبها لكم أنا بس قام بيقى يقول للجماعة الختمية المعاو اللي بجيب ليه شبر بتاع خشب عشان يخطوتي حتى السكة حديد شبر أنا بديه متر في الجنة أنت ما سكت على أراضي في الجنة ولا شنو فده لعب بالدين ولا ما لعب بالدين وهو كلام كثير أنا ما دار أمرك من الموضوع لكن تعلم إن أخواننا دين لما انفقدوا الحجة الحزاب دي قالوا والله يا أخي كده نجيب الجمهورين وجابهم في بورسودان جابوا أسماء محمود محمد طه والجمهورين دي لأخواننا عندهم عقائد ما عند أي علاقة بالدين والإسلام ومحمود محمد طه الكافر الملحد ودي من إحنا بنتحدى باي زول ولو كلامنا ده ما عجب زول اللي افتح بلاغ نحنا قاعدين هنا ليه بعدين إن شاء الله خليه يقول لو ما عنده يسمي أنا بديك يسمي رباعي بديك يسمي رباعي أمشي أفتح بلاغ محمود محمد طه كافر وجهزين للقراء جهزين لأسماء محمود محمد طه جهزين لشفيت المعا موشي الخشة عن سارة صنة سارة صنة قالوا خشة لأسماء ليه مرة ما قادر على مرة يعني سارة صنة هده ليه أخونا ده طالب معاكم هنا كلمني خشة عرفته خشة لأسماء ديك الدات الكتب قات ليه وهطلع الكلام اللي انتو بتقولوا فيه محمود محمد طه إنو بقول الله وبني آدم واحد وجيب لنا كلام إنو محمود ما بيصليه وجيب لنا كلامه إنو بقول رسالة الرسول ما نافعه والرسول كتمشي من الدين أدته الكتب قات ليه أمرو قالينا سارة صنة ما قدر يمرو قا عرفته ما فاضي ونحن أنسى رسولنا لما نجي البلد ديه بيقفلوها قدامنا عرفته الحاصل المهم ده موضوع تاني فنحن هنا جايلك بكتب محمود محمد طه وأسمى محمود محمد طه عرفته كلامهم كله قاعد موجود عندنا وفي مقاطع بتاعة يوتيوب ينصر صنة ما كانت تخش اليوتيوب فعليه خدمة بجينه بس بتلقى الكلام موجود لكن ما فاضين يا ناس كويس طيب فأنا دار أخش في الحزب الجمهوري ومحمود محمد طه قتل بالإسلام والحد أنا بديك كلامه وبعدين أي زول يقول لي محمود محمد طه كتلوه ظلم أنا بديك الكتب توريني الكلام درائك فيه وشمه عرفته؟ أنا دار أديك مواضع بسيطة بس وبعداك نفتح الفرصة لكل الناس بإذن الله سبحانه وتعالي طيب محمود محمد طه بقول الإنسان الكامن هو الله إنه البني آدم هو الله والفكرة دي جابة من وين؟ الفكرة دي أخواننا جابة من الصوفية بيقولوا ليك أنت بتعبد الله لغاية ما تحصل مرحلة في اليقين بتسقط عنك العبادات والتزاتك بتبقى الله الكلام ده وين؟ في كتابة القادرية هنا لو فيه عليك الله أمر قول ليه كتابة الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية وفي كتابة الختمية برضو لو عندك كتب الختمية جيبه الختمية قالوا قال أنا المحيط أنا الجليس على العرش ده الختم المحيط كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمال ده الختم يعني إنه عبد الله لغاية ما حصل مرحلة بقه هو الله ذاته عرفتها؟ وده هنا برضو الشيخ بتكلم عن روح وكضاب ساكن تعال القادرية قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحاراً وطوفاناً على كف قدرته ده كتاب النور البراك وده بقروا الختمية في المولي بقروا البراك ونحن بنتحدى أي ختمية تعال خوش هنا نناخشل قال 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 لذاك عاش جميع الكون في كنفي بتكلم عن روح وانا أول مرة القلي ولي بشك الروح عرفتها؟ قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي فاستفتحوا باب الله يقبلكم لو دار تمشي لأ الله قال لك تباري الختمية ما سمعتهم بيقولوا شنو الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح ويا دو بروح تاينتا طيب قال ويصطفيكم بتقريب وإيصالي واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحال واستمسكوا بعراء لمف صام له واستوثقوا بمقاليدي وأذيالي فمن تمسك بي يعني ما تتمسك بي الله قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي قال شنو قال محمد الحسن الطوض الذي ثبتت إمامتي في جيوش الموكب العالم فديل دي أخوان عقيدة صوفية إنه بيعتقدوا إنه الزول بيعبود الله لغاية ما يبقى الله ومحمود محمد طه في ناس الليلة بيغشوا كثير من الشباب يقول لهم لا والله يلوى الده مفكر وقعد كده ونجر ما شاء الله عنده فخورة كبيرة وكده واجاب له فكر جديد كالضاب سارقة من الصوفية مترسة منهم إزاي الجماعة في الامتحان صح أو لا ما صح فيه ترس صح فده ترس من الصوفية محمود محمد طه لا عالم ولا مفكر ولا أي حاج طيب قال أنا لمريدي بتكلم عن نفسه حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي الشيخ قال بنجي الأمور من البلوة ونتحداك تعال نجي مريدك هسي في المين برضا من البلوة إنما مش باعتبرنا بلوة قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة قال لو بيقيت صوفي تمام الشيخ بيجي يحضر الميزان تقال الميزان حق سكر لا الميزان قال يوم القيامة لو موازينك رجحت الشيخ ما في داعي الدخل الدخل لكن لو موازينك ما رجحت الشيخ أنا ما بعرف بعمل شنوه بتقل ليك الموازين طيب لغاية ما قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة قال هو كان في الإسراء والمعرات دا القادل قال وكنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرته قال أنا كنت من زمن نوح عمرك كم يا شيخ عمرك كم قال أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوته وربنا قال قلنا يا نار كوني جنوه بردا وسلاما على إبراهيم قال أنا كنت مع رعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي قال عصى موسى عليه سلام الضربية البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوضي العظيم قال العصايا دي ما أصلي يا الأصلي حقتي موسى شال مني والله دي اللي يبقى موسى الزومة لكن موسى عليه السلام كالزاب لغاية ما قال شنو قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي قال بزغ في عين النبي ده صوف البليد ده قال بعد داك يعني برئت لغاية ما قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر طبعا الذاكر هو العبد والمذكور هو من يا أخواننا هو الله قال هو الذاكر والمذكور هو العبد هو الله قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة مش قال لنا الله قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقته قال لي الليل أنا متواضع صحنا الله لكن أنا لأسي متواضع دي العقيدة طيب نجي لي محمود محمد طه في كتاب القرآن نحن مشينا معرض الكتاب الدولي في الخرطوم ومشينا اشترينا بأربعمية وحاجة وستين وحاجة زي دي جنيه سوداني اشترينا الكتب بتاعة محمود محمد طه ذاته ودي بعض الكتب في كتب قاعدة لسه برضو ما اشترينا طيب هنا في الكتاب ده الصفحة مية أربعة وستين انت اسمع الكلام اسمه القرآن عرفته الثمن قال ميتين وخمسين جريش لأنه دي طبعة قديمة من زمن كان جريش وهذا ما بساوي المدادة الذي كتب به صفحة مية أربعة وستين انا بس دار اديك مواضع بسيطة على اساس انه يعني تشير الى ما وراه بعد ذاك الزل لو دار يجي اول علينا لو في واحد نجيط من ادبع محمود محمد طه يقول لك له ما كان قاصد كده كويس تعال ورينا انت ابو عريف تعال خوش ورينا هنا قال ونلاحظ في هذا الفصل هو برد على زل محمود محمد طه الهالك الديناسور الكبير الذي قصه النميري جزاه الله خيرا عن الامة الاسلامية جمعا قال ونلاحظ في هذا الفصل فصل اسماء الله بتكلم مع واحد رد عليه انك لم تتحدث عن اسماء الله الا في اسطر صفحة مية سبعة وثلاثين قال وقد توردت في خطأ كبير هالخطأ الكبير شنو يا محمود محمد طه قال حين زعمت ان اسم الله يعني لفظ الجلال الله اسم علم على الذات الالهية يعني قال لقد تغلطت كبير لما قلت لفظ الجلال الله ديدل على الخالق الرب سبحانه وتعالى ها طيبا الصح شنو قال والحق ان الله انما هو علم على الذات الحادثة وهي الانسان الكامل وهي شنو الانسان الكامل يعني لما تقول يا الله انت بتنادف منه في الانسان الكامل ما بتنادفي الله ده معمود محمد طه اديك تاني من كلام في الصفحة الرسالة التانية من الاسلام الصفحة واحد وتزعين اتنين وتزعين انه الانسان هو الله واحد عرفته ده النغاش بيكون كده بالكتب والحجج لكن متلمين علمانين وشوعين حكاية القردة شالت نبقة وخطت نبقة وجدعت نبقة وانا البحر الكبير انعبروني وانا الشوك الكتر انجرجروني وانا الجن اللي بخلي الكوزي نوني انتوا كلكم بتنون واحد فوقكم بيحترم عقل الطلبة او بيجي ناقش نقاش منطقي ولا موضوعي ولا علمي ما فى واني تحداكم جد جيبوا دكتور جيبوا بروف جيب مؤسس الحزب جيب اي زور تحداك طيب واكتب الكلام ده عندك صفحة اتنين وتزعين واحد وتزعين اتنين وتزعين هنا صرح بيو قال هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوسيد أول منازل العبودية فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه الى حرية الاختيار فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله فيكون حيا حيا حياة الله قال لما انت تعبد الله تمام بتبقى حي زي حياة الله وعالما علم الله ومريداً إرادة الله وقادراً قدرة الله ويكون الله أي زول شاكي في الكلام ده تعالى قرأ ده محمود محمد طه ده مسلم ده عنده علاقة بالدين طيب لو ده ركفر أسوي شنو يعني رفته وده كل يا أخوانا باطل لأنه ما ممكن إنسان يكون حي حياة الله لأن حياة الخالق لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال لكن البني آدم في زمن كان ما فيه وبعد زمن حيبقى شنو حيبقى ميت ما فيه ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً عرفته؟ ده واحد نمرة اثنين حياة ربنا كاملة وحياة الإنسان ناقصة لأن حياة الله لا يعتريها العجز ولا يعتريها النوم ولا يعتريها النعاس ولا يعتريها المرض ولا يعتريها الحوجة إلى الطعام والشراب والمخلوق كيف؟ يمرض يشقى إنعس إنوم إنس وهكذا قال وعالماً علم الله وده برضو كضب لأنه ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم وربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً وربنا قال لأعلم البشر وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم ربنا قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة وآيات كثيرة جداً وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك طيب بعد ذلك قال ومريداً إرادة الله وده كضب طبعاً لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ونحن أسيب نريد حاجات كثيرة وما قادرين على نحن دائرين العيش يرخص رخص يبقى إرادة نمازي حقاً الله ودائرين البنزين يتوفر يتوفر يبقى إرادة نمازي حقاً الله ودائرين المهور تقيل قلت يبقى إرادة نمازي إرادة الله بل واحد يتلقى ودائر يتعديل وبدوش أكوش بدوش أكوش صح؟ طيب إرادتك زي إرادة الله؟ فده يا أخوانا كلام باطئ قال ويكون قادراً قدرة الله وربنا عز وجل قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال ذلك لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء شنو؟ علما فقدرة الله لا يمكن أن تساوى وتقارن بقدرة المخلوق وكلام كتير فده يدل الموضع ده براو يدل على كفر محمود محمد طه وهنا محمود محمد طه كتابه ذاته اسمه بس بمرق بر الدين قال الرسالة التانية من الإسلام النسخة التانية من الإسلام يعني ده إنتاج محمود محمد طه وربنا قال اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ديناً فلن يكون اليوم شنو؟ دينا وكلام يطول وأنا بس اختصرت لك وإلا المواضع كثيرة جداً في كتب محمود محمد طه بعد ذاك الجمهورين الجمهورين بيكفروا المسلمين شت في مقطع كده فوقه جمهوريا بصلعة لو شايفوا بس ما قاعد بالترتيب لو لقيتوا شغله بيكفر المسلمين شت قالوا أنتوا الليلة اللي بتصلوا ديال شت ما قاعدين تصلوا ديال الجمهورين شغل المكرافون لا لا دمايه دمايه بس الله حظ له لو لقيتوا شغله قالوا المسلمين سألوا المزيع جابه في قناة مدرمان واحد جمهوري مزوجة ضم أسماء بيت محمود محمد طه الميم جمهوري في النهاية لا دمايه دمايه دلق الرأي بس إلا لو لقيتوا شغله ها داد دالي هيشغله عرفتها ركز ركز قال الناس ولا على الاسلام دقيقة 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 عشان تعيد المقطع تاني الزول دا قال ليه دقيقة عصب رصب دقيقة عصب المقطع القبيل قال قال له انت بتفتكر النازل قال النازل تشتما قاعدين يصلوا والمساجد المنانة ديل تشتما عندهم صلاح المزيع قال له ما عندهم صلاح قال له ما عندهم صلاح قال له ده ما تكفير للمجتمع قال له تبتعتقد انه الأخوان الجمهورين هم الفرقة الناجية طيب قال له لو ما بافتكر تعباب معاكل ايه يعني عليك الله اسمع تاني بس اركز شغله تاني بس خلاص عرفت الحاصل فدي الناس تكفيرين الناس مجرمين الاخوان الجمهورين بيسموا نفسهم كدا وبيعتقدوا انه اي زول غير الجمهورين كافر تب كافر بعد ذلك محمود محمد طه بيته ذاته شهدت انه انه زوله ما قاعد يصلي جابه معه جابه معه لقاء ابوها ما قاعد يصلي شهدت بذلك وعلى نفسها جنت براقش زي ما قال المثل ودي بيته عشان ما تيت غالتني وهنا انكر الصلاة في كتابه ده لكن انا اسمعك هسي الصوتي وبعدين دارين الجماعة دي اللي يجي خاشين علينا في امت الحاصل البدي بيت محمود محمد طه قال لها وصله كيف قالت ابوي ما كان بيصلي الصلاة ذات الركوع ذات السجود لكن كان بيصلي صلاة الاصالة صلاة الاصالة شنو يعني يعني ما بيصلي يعني وصل المرحلة بيكون هو اصل في التكليف دي الجمهورين بيسموها الاصالة انه بياخد من الله طوالي من غير واسطة ودي اخواننا الزندقة والكفر ودي بقى ممكن ممكن انت تنكربها الدين كله ايجوك يا هزول امرك الزكاة تقول لهم انا بزكي زكاة الاصالة وما تمرك ايجي يقول لك صوم رمضان وانت بتكون بتضرب لك في بيرجر جامبو يا ناس في شنوه يقول لهم والله انا صايم صيام الاصالة يقول لك يا هزول ابعد عن الزنا انت بتكون بتزني يقول لهم انا والله دي العفة بتاعت الاصالة وخالط خلط الاصالة وبنطط نطط الاصالة وبرقص رقيص الاصالة وده عبارة عن يعني زندقة والحاد وطعن في دين الاسلام اسمع الكلام خاليو خاليو دي مش اجابا هيني دا الموضوع انتهى تاني في زلده ليش هادة تاني دي بيتو زات وبعدين انتو قلتم مساوات الرجل بالمرأة هاس ما زات مرأة وانتو رجال وبتاع مساوة واحدة وشهدت شهدت لابوها قالت ابوي ما كان بيصلي الصلزة الركوع والسجود المعروف عند المسلمين يعني ما كان بيصلي شان كده قام جاب الكلام بتاع الصوفية توضى بماء الغيبي ان كنت ذا سري تمشي للفكي والدجال تلقاه ما بصلي يا زول ما بيصلي ما لك يقول لك انا بصلي في مكة وناس مكة صلوا ليه من نصي ساعة كذاب مجرم يقول لك انا بصلي في مكة اها طيب سلمنا معك بتصلي مكة كيف يقول لك انا من اهل الخطوة خطوة هنا في بورسودان والتانية في جدة والتالتة في مكة انت سروا لك ده قدر شناص عرفته فدي اخوانا انكار للصلاة نازل ما قاعدين يصلوا ابدا ادك براء كفر لان ربنا عز وجل قال قال فانتابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يعني لو ما تابوا وما اقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة ما اخواننا في الدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم شنوه الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل والشرك تركوا الصلاة بين الرجل والكفر والشرك تركوا الصلاة فدي شهدت شهدت وزي ما ربنا قال وشهد شاهد من اهلها شهدت ان ابوها ما كان بصلي وده الكلام الاصليه في كتاب الرسالة التانية للإسلام ونحن من هنا اي طالب اخواننا موجود كويس دائر يسأل سؤال عن الجمهورين او يستفسر شبه جابوا الجمهورين نحن بنفتح الباب للاسئلة والاستفسارات المباشرة وحتى لو كان عن طريق الورق برضو ما في مشكلة بنجاوب عليها وبرضو بنفتح الفرص للتنظيمات والاحزاب الموجودة في هذه الجامعة وفي غير هذه الجامعة الكلام عندنا طويل ولو ما جيتوا خشيتوا يا تنظيمات الطلبة بعرفوكم اتكشفتوا وفي النهاية نحن كلامنا بنقولوا بنقولوا في امتى الحاصل؟ وكونكم ما تجوا خاشين دا يدل على ان التنظيمات ما عندها حجة في الجامعة عرفتها؟ فنحن بنفتح الفرصة للمداخلات والاسئلة والنقاش